والمال والإعطاء وعدم الحرمان الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا حضرت ما فهمتش قصدي أنا أقصد أن أحيانا الإنسان بيعطيه الله سبحانه وتعالى رزقا واسعا ملا كثيرا وأحيانا يعطيه الولد كسرة الولد وأحيانا يعطيها الصحة رزق ونعم من الله سبحانه وتعالى متعددة طيب إزاي يعني تكون دي ابتلاءات أنا أعمل إيه علشان الابتلاء دو أعمل إيه علشان أخرج قلت إنه هو فتنة إذن في المال المفروض إنه لازم أخرج منه الزكاة والصدقة وما إلى غير ذلك صح كده والصحة لازم برضو أتصدق بيها وأجتهد يعني ما أنا عايز أعرف ده اللي الشرع بيسميه عندنا اللي هو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أمره كله خير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لغير المسلم إن أصابته صر شكر يعني لو ربنا اداني خير اداني أولاد زي ما حدك قلت اداني فلوس اداني نعمة كبيرة اداني أي نعم أشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها وإن أصابته ضراء صبر وفي الحالتين خير الله طيب أشكر إزاي شكر النعمة أحيانا يكون بقطع جزء منها وأعطائه لوجه الله سبحانه وتعالى إذن السعادة الابتلاء ليختبرني الله سبحانه وتعالى أصبر أم أكفر حضرتك السعادة كلمة عامة عمره ما بتوقف على حاجة معينة السعادة دي كلمة عامة أنا ما ينفعش أسعى المال بس لأن السعادة تختلف أيوان كل شيء في الحياة ممكن يكون إنسان سعدته أنه يعد مع ناس أصحابه وممكن يكون إنسان سعدته برضه أنه يلتقي مثلا بمنصب أو ربنا يدي له مال أو أولاد فالسعادة تختلف من وجهة نظر إنسان لغيري أنا أعمل إيه علشان أحقق السعادة في الحاجة اللي ربنا مدهالي أو في النعمة اللي ربنا أعطاها لي سبحانه وتعالى إن أنا أشكر النعمة دي الشكر النعمة دي لو ينفع أطلع منها حاجة وديها لله زي المال يبقى دي شكرها لكن ما ينفعش أطلع منها حاجة زي الصحة يبقى دي لازم إن أنا أستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى يعني إحنا كلنا عارفين إن المال نعمة من الله سبحانه وتعالى بس لو أنا استغليته استغلال يليقه برضو هناك أي في القرآن الكريم ليجزينا أشكر أم أكفر صح كده؟ تمام كده أو ليجزينا أشكر أم أكفر يعني بختبرنا سيدنا سليمان يعني ربنا أداله الملك أه بالضبط والنعمة علشان يختبروا هيشكر يعني يشكر النعمة ويكفر يعني يكفر بالنعمة مش يكفر بالله سبحانه وتعالى عندنا الكفران اللي هو عدم الشكر أيوان اللي هو عدم الشكر يعني جهود النعمة ربنا أعطاكي نعمة ومع ذلك أنت لم تشكري الله سبحانه وتعالى شكرا لكم